السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحلام ونشوف اليوم اللحوح الفوري بالخلاط الكهربائي بحط نص كوب حقين كوب طحين دورة صفراء أو هند وكوب نص دقيق أبيض عليهم نص ملاقة صغيرة ملح ملاقة صغيرة خميرة ملاقة صغيرة بكينج باودر مضيف عليهم كوبين ونص ماء وبخلطهم بالخلاط تقريبا ثلاث دقائق بعد كذا بصب خليط اللحوح بوعاء وهذا قوامه زي ما شايفي بغطي وبخليه يخمر من ساعة ونص إلى ساعتين على حسب القو بعد ساعتين وربع هذا شكل خليط اللحوح بخلطه كويس وحمي الطاوة وأبدأ أسوي اللحوح بصب أول لحوحة زي ما شايفين هنا لسه فتحت الطاوة ومحميتش كثير فأشوفوا كيف بتكون أول لحوحة لسه الآن النار مش عالية عشان تتفتح العيون براحتها بعد ما تتفتح العيون بعلي النار شوية عشان تحمر وبتصير بهذا الشكل وبشي لها بسوي معاكم بحدة ثانية هنا وطت النار على الآخر وصبيت من الخليط دورت زي ما شايفت والنار لسه واطية زي ما شايفين العيون تتفتح براحتها والنار زي ما قلت لكم واطية بعد ما بدأت خلاص اللحوحة تقف من فوق ممكن أعلي النار شوية الآن عشان تحمر من تحت الآن خلاص حمرت بشيدها سوي معاكم كمان آخر وحدة أصب الخليط وأحرك الطاوة والنار واطية وأخلني العيون تتفتح هذا المقدر طبعا قابلي تسع لحوحات على حسب حقم الطاوة أنا حقم طاوتي هذه قابلي الخليط تسع لحوحات شايفت كيف تتفتح العيون وتقف من فوق بقول لكم ملاحظة أنه طحين الهند يحتاج دقيق أبيض أكثر من أي نوع طحين آخر لأنه لو قلت دقيق اللحوح بيتفتفت ولما يبرد بتحسي أنه لما تعطف اللحوحة تقتسم وتتفتفت بل إذا كثرت دقيق مثلا زي ما أنا عملت اليوم كوب طحين هند عليه كوب ونص دقيق أبيض إذا استبدلت نص كمية الطحين الهند بطحين ذرة كمان الدقيق كوب ونص شوفوا الآن آخر اللحوحة لي خلاص حمرت بشي لها خلاص وبكذا يكون لحوحي جاهز وهذه تسع لحوحات من كوب طحين هند وكوب ونص دقيق أبيض أتمنى الفيديو يعقبكم لو عقبكم الفيديو ياريتشتركوا بالقناة وتفعلوا القرس عشان يوصلكم كل جديد وبتنسوش لايك والشير نلتقي في فيديو آخر ومع السلامة